أكدت وزارة الخزانة البريطانية أن التضخم في بريطانيا سجل 7% في شهر إبريل الماضي ليبتعد بشكل كبير عن مستهدف بنك إنجلترا وذلك بنسبة 2% وقد حذر وزير الخزانة البريطاني ريشي سونعك بفرض ضرائب على شركات الطاقة الكبرى في حال ثبوت ضلوعها بارتفاعات غير مبررة في الأسعار بعد أن شهدت المملكة المتحدة العديد من المشاكل التي تواجه البريطانيين منذ عام 1956 بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الوقود والتضخم وانخفاض دخل الأسر